فساعات الناس مثلاً في العلاقات العاطفية يخدعوا نفسهم واحد بيخرب بيت حد واحدة بتخرب بيت واحد أو واحد بيخرب بيت واحدة وبعدين يصحوا نفسه يصحوا بعض في الفجر طب ليه؟ لأن العلاقة دي مش علاقة مبتصرة مش علاقة متزنة وما فيهاش بركة الحاجة التانية أن العلاقة لازم يكون فيها نفع حياتي والنفع هنا مش نفع شعوري لا العلاقات لازم يكون بتبني على الإحساس أن العلاقات لابد ان تبنى على النفع بمعنى المصلحة اللي فيها خير المصلحة هنا مش المصلحة الكمية النفع بمعنى الزيادة في الخير كل العلاقات لازم تتأسس على أن لما يكون الإنسان ضعيف جعل ربنا العلاقات عشان تبقى مدد لي عشان يتضاعف الخير بالعلاقات فلما علاقتك عايز تعرف أن أنت العلاقة مبصرة ولا لا هي زوادة الخير ولا لا يعني وجودي في حياة أهلي زوجتي وأولادي وزوجي وأولادي لازم يكون في خير زيادة في الخير مش إبقى أنا اللي بستهلكم لازم كل واحد فينا يكون قيمة مضافة قيمة مضافة عن خير زيادة يكون سند يكون بيشجع يكون داعم يكون بيقوم بكل الحاجات اللي ممكن يكون الطرف الآخر لما أنت اطفع إليه يحس أن حياته مليانة بصلة الله وأن أنت بقيت رزق من الله سبحانه وتعالى وهيبة من الله القاعدة الثالثة والأساس الثالث أي علاقة لازم تكون جادة مفيش حاجة اسمها العلاقات المكسولة المتراخية مفيش كده يعني لازم الطرفين يبزلوا حتى بين الأباء والأولاد العلاقة اللي فيها إهمال عاطفي مثلا علاقة غير جادة لما الأب يهم الأولاد عاطفيا ولما الأولاد كمان يهملوا أبوهم عاطفيا دي علاقة غير مبصرة دي علاقة فيها عوار العلاقة اللي فيها كسل وعجز ووخم بتصدي ويحصل فيها ترقمات فتجعل العلاقة هشة فتكون البنوة هشة والأبوة هشة وتحس البنت هشاشة وجود أمها في حياتها وتحس الأم هشاشة وجود بنتها في حياتها لأن هي البنت ما بتبزلش البنت ما بتشقرش البنت ما بتفتقدش أمها ولذلك أي علاقة لازم يكون فيها بزل فيها وفيه فرق على فكرة جدا 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 ما بين البزل والتنازل البزل مش هو التنازل فالعلاقة مولود جديد كل طرف بيضيف في العلاقة وده اللي علمونا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم محض الجمال كله حضرة النبي لما قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي يعني أنت لازم تكون علاقتك حتى بأهلك بتضيف لهم خير ما تبقاش أنت بتمتص مش مصص دماء القعدة الرابعة أن أي علاقة أنت فيها لازم هتدخلها لازم تكون مؤهل لها يعني مثلا كثير من الأباء وكثير من الأزواج كثير من الأزواج لما بيدخلوا ويبقوا أباء بيكونوا أباء وهم مش مؤهلين أنهم يبقوا أباء لا الأم مؤهلة أنها تبقى أم ولا الأب مؤهل أنه يبقى أب وما تأهلوش إزاي ربوا أولادهم إزاي مثلا يتعاملوا مع أفكار جديد جديد إزاي يتعاملوا مع احتياجاتهم ولو حد عايش مع حد وهو مختلف عنه هو مثلا شخص بيحب يخرج ويكون الشخص التاني شخص بيتوتي إزاي هيديروا الخلاف اللي بينهم ده فمحتاجين نتعلم شوية إزاي نتعامل مع اختلافنا مثلا زوجها تقول هو راجل طيب بس كسول أو عاجز أنه يغير حياته لأن هي مش قادرة تتعامل مع تنوعه واختلافه عشان هو محتاج يتعلم مهارات يطور بها حياته يطور بها ذاته وهو يشوفها أو زوجتي مش بتعرف مش أتكلم معاها مفيش حاجة بتعجبها وبتحسسني إن أنا مش مال يعنيها فهي محتاجة تتعلم مهارة التأدير والامتنان في ناس ممكن تدخل علاقة مع حد جعان عاطفيا فيبتزوا عشان يشبع جوعه من غير ما يكون واعب ده أو إخوات يبتلعوا بعض مش عشان هم وحشين لكن المشكلة إن هم مش عارفين إزاي كإخوة يعيشوا الأخوة مع بعض لأنه كانوا مفروض يتأهلوا لده القاعدة الخامسة اللي تخلي العلاقة مبصرة أي علاقة لازم يكون لها معايير ومثلا لازم الناس في العلاقات الطرفين في العلاقات لازم يتفقوا على المعايير زي مثلا المتجاوزين الاثنين لازم يتفقوا على الخطوط الحمرة أنا ما بحبش إن يكون لك علاقات مع ستات أنا ما بحبش اللي يشرب أنا ما بحبش إن نحن نتكلم كلام فاضي عن الناس خطوط حمرة كده ويتفقوا كمان على الأصول إحنا الأصل نحن بنطور حياتنا ويتفقوا كمان على التفضيلات أنا بفضل إن الزيارات العلاقات ما تكونش متاسعة أنا بفضل إن أنا نخرج مع بعض كل شوية أنا بفضل إن إحنا نجدد شوية علاقتنا أنا بفضل إن أنا أكون شوية عندي خصوصية في عملي لازم التفضيلات دي تكون كلها واضحة سادس حاجة وآخر حاجة إن العلاقات لازم تخرج أجمل ما في الطرفين العلاقة المبصرة كل واحد فينا بيخرج أجمل ما في الثاني ولذلك شوف علاقة كامل الجمال حضرة النبي بالصحابة شوف ألقته نورة الصحابة إزاي فبقى عندنا مثلاً عندنا سيدنا أوبكر الصديق فأخرج أجمل ما في سيدنا أوبكر الصدق وأخرج أجمل ما في سيدنا عمر الفاروق وأخرج أجمل ما في سيدنا علي فبقى باب مدينة العلم وستنا عائشة بقيت أعلى من نساء الأرض وسيدنا أروة بن زباير ما رأيته أحداً من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بالنسب من عائشة شوف سيد عائشة بقت إيه عشان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أجمل ما فيها لذلك العلاقات المتازمة لازم تخرج أجمل ما فينا يحتاجين نتدرب عشان نبقى في سلام الاتزان ورمضان فرصة تعالوا نشوف بقى إيه الحاجات اللي ممكن تساعدنا عشان ندخل تجربة بقى سلام الاتزان سلام الاتزان اللي محتاجها العلاقات أول حاجة عشان نقدر نخوض تجربة سلام الاتزان أول حاجة حاول دايماً إنك ترتب أولوياتك لأن ترتيب الأولويات بيحفظ العلاقات من الاستهلاك لأن ترتيب الأولويات ولما تكون الأولويات واضحة عند الطرفين ده بيحافظ على العلاقات لأن عشان ما نبقاش اتنين ماشيين في مصارين وبعدين يقولوا إحنا إيه اللي حصل ده ولزاك ترتيب الأولويات مهم جداً 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 عشان يباني الكلام ده تاني حاجة لازم يكون لديك ورد من العناية بنفسك لازم تكون عندك عناية بنفسك عشان تكون متزن لأن كتير من الناس بيحصل لهم استهلاك لأنهم ما بيعتنوش النفسك وفتكر حديث الرسول اللي صلى الله عليه وسلم إن اللي نفسك عليك حقاً فتمارس رياضة تتقن عملك من غير استهلاك تحاول كمان تتعلمه هواية لكن أنت لازم تهتمل نفسك لأن الإنسان اللي بيكون مهتنب نفسه بيكون في الغالب ما بيرفعش سقف تقوعته عنده حاجات كتيرة في حياته وبيكون أقرب للاتزان لأنه مش بيكون عنده نهم إن حد يهتم به فيضطر يبتز حد عاطفياً أو يستهلكه تالت حاجة زود قيمة مضافة في حياتك في حيات أحبابك كل يوم زي دعم زي تشجيع زي مفاجأة مسعدة تطيب خاطر حد ويا سلام لو معلت الكلام ده وتمع أهل بيتك فجئت زوجتك بحاجة ولا كمان دعمت ابني من أبنائك ولا كلمت بنتك في حاجة ممكن تكون متضايقة منها أو حزينة منها كل ما تقدم لهم خدمة كل ما تساعدهم كل ما تحس إن العلاقات بيت علاقات مبصرة ومتزن رابع حاجة حاول إنك تتضرب على مهارة محتاج إليها في التعامل مع أحبابك زي مهارة الحوار مثلا اللي كتير من الناس بيخفلوا إنهم محتاجين يتضربوا عليها ويا سلام على مهارة الامتنان بقى للناس اللي الناس فرطوا فيها وهي من أكتر الحاجات اللي احنا محتاجين نمتن فيها لإن الرسول اللي الله سلام كان يحسن الحسن ودايما حضرت النبي كان بيتكلم الكلام الحسن خامس حاجة خامس حاجة اللي نختم بيها ادعي ربنا دايما إن ربنا يجعلك من أهل سلام الاتزان وادعي ربنا وقول يا سلام اللهم اجعلنا من أهل الاتزان حتى تكون علاقاتنا محفوفة بالسلام وتصبح بابا من أبواب الإقبال عليك وشكر نعمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا من أهل الاتزان حتى نذوق حلاوة الإيمان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا سادة ساهموا معنا وشاركونا وتعالوا نتواصل وتعالوا نتبادل الخبرات عن سلام الاتزان ترجمة نانسي قنقر